السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتكررت كتير من الاسئلة على الجرال بتاعتنا ان في ناس عندها مشكلة ازاي يقدروا يعملوا تقسيمات البلاطة اللي احنا شايفانها وازاي يدوها متاريال زي كده الفكرة يا جماعة هي بسيطة جدا الاول اللازم يكون عندك او مش لازم يفضل ان انت تكون شغال على الكاد التشكيلة اللي انت عاوزها فانت مثلا عندك بلاطة بحجم معين او لها ابعاد معينة مثلا ديمانشنز خمسة مثلا في ستة خلاص عندك بلاطة مثلا بالشكل ده عاوز تشكل فيها هتبتدي عادي في الكاد على طول تعمل تشكيل اللي انت عاوزه خلاص بالطريقة اللي انت عاوزها خلونا نعمل شكل بسيط خالص هنا كده نعمل حاجة كده مثلا خلونا ناخد الشكل ده احنا عاوزين نعمل بس حاجة بسيطة ونوضح بها الفكرة نعمل ميرور كده على الجزء ده ماشي وهاخد الكلام ده كله هعمله برضو ميرور على الضلع هنا كده مثلا هاخد الكلام ده بالروتايشن مثلا بيس بوينت وهاخد منه كوبي ماشي يبقى حاجة كده تمام وهاخد الكلام ده برضو موف من هنا الهنا كده طبعا الكلام ده يعني احنا ينفع نعمل جوه الريفت ولكن يفضل في الكاد لانه بيبقى اسرع ويكون فيه تشكيلات برضو ممكن نجيبها من على النات تكون جاهزة نشتغل بيها فهيكون الموضوع ثلث اكتر يعني هعمل باوندري الجزئية دي وهعمل لها سكيل خلاص البيس بوينت بتاعتي هتبقى ميت بتوين النقطة تندل مثلا يبقى حاجة عاملة كده ماشي وهاخد الكلام ده هعمله برضو روتيشن يلف مثلا هقول روتيشن برضو هيبقى ميت بتوين النقطتين اللي هنا دول وهلف مثلا حاجة عاملة كده خلاص ايا كان يعني الحاجة اللي انا او الشكل اللي انا عاوز اوصله انا متأكد ان انتو بتعرف تشتغلوا كاد كويس ولكن هي المشكلة بس عن الناس هتفهم بس الفكرة ماشية ازاي هعمل سيف للكلام ده اقعد ديسكتوب عندي اه الشكل ده تمام عملت سيف للتشكيلة بتاعتي اللي انا عملتها او اجيب تعمل على النت او عملتها باي شكل من الاشكال خلاص كده خلصت محلولة كاد عاوز بقى اعمل الباراتة طبقه بالشكل ده كل بساطة انت جيت هنا عملت الباراتة بتاعتك مسلا اختار امر فلور وهجيب اي براطة من براطة اللي هنا دي. خلاص. مسلا براطة هنا والبراطة دي فيها طبقات كده. فيها طبقة فنش مسلا واخد خامة معينة واخد ليها سمك بقد كزا واقول له اوكي اوكي. قمت لازم براطة بتاعتي هنا. هو مسلا. وعملت ابعادها كويس. ابعادها اللي انا عملتها هناك اللي هي كانت تقريبا ستة في خمسة على ما اظن يعني مش مش فاكر بالزبط هنتأكد دلوقتي وهقول له فنش. وجيت قمت عامل insert وقلت له import cad وقمت رايح جبت الفايل cad اللي انا عملته اللي هو كان اسمه فلور تقريبا ايه هو ده. مش شو بطلت ازبط الاعدادات بتاعتي. خلاص. ممكن اقول له هنا money والcenter مسلا وقول له اوكي. وجبت الكلام بتاعي. ام. على البلطة دي اهو. بعد ما دخلت الفايل بتاعي تمام دلوقتي بيبقى قدامي حل من اثنين اما ان انا اروح على موديفاي ممكن اقوله هنا على طول وقوم دا على الوش البلاطة بتاعتي كليك كده وهو عمل على الاجزاء اللي انا عاوز اا ينقديها خامة مختلفة خلينا نعمل كده على كل الكلام ده بالتاب تمام وهاجي على الجزء اللي من جواه ده هعمل تالي برضو. وقال له فنش. تمام? فبالتالي انا اللي بقتي اه هو دلوقتي مش بيقبل. طبعا البارت غير ما انا اعمل فيس كده. وقوم اعمل له كريات ساملر. ونفس الفيس. وقال له بيك لاين واعمل كده قل له فنش. فبالتالي يقسم الفيس عندي لتو بارت بالشكل ده. دلوقتي اه درجة اعمل عطول اه ماتيريال اه ماتيريال بينت وبيك الجزء اللي عاوزو بخامة والجزء التانية بك وبخامة مختلفة وغير خامة البطرة تبقى خامة خامة تانية فبالتالي الامر بالنسبة لي بقى سهلين خلاص. مش حرط ان انا زي ما انت شفتوا كده ان انا اعمل كل اه كل بارت اه في مرة لوحده ما يبقوش كلهم مع بعض. عشان ما يدينيش رسالات الخطر اللي طلقت من شوية دي. طيب دي حاجة اه او دي طريقة يعني من الطرق خلاص. اه كمان ممكن اعمل حاجة ظريفة. اه خلونا بس الاول ندخل على البراطة بتاعتنا. هو كان حاصل خطأ في الملف اللي فات. فاحنا عملنا الفايل تاني. عشان الدينية تتضيب تاني معنا. قلت له هنا. ننسونتي. قلت له اوكي اوكي. طيب. الحل التاني ان احنا بناخد البراطة بتاعتنا. اه كرييت بورت. اوكي. اه. دلوقتي البراطة بقت اكتر من يعني بقت كل طبقة لوحدها. ممكن نمسك طبقة من الطبقات واقول له ديفايد بورت. ديفايد بورت لما اعملها واقول له سكتش. اه ادل سكتش. واقم اعمل ست. واقول له بيك بلين. واقم باكك البلين اللي اللي من فوق دي. واقفت كده مسلا في الطوب او في البلان. او اي ان كان المكان اللي انها قف فيه يعني. ماشي. اه واقفت في الطوب كده. تمام. وابتديت ان انا ارسم. برضو اه الحاجة اللي انا عاوزها. على البراطة بتاعتي. تمام. ام. خلونا كده نيجي هنا نقول له من الشوف الاول بس شغل الكاد بتاعنا راح فين. في في. مايانشي. وهنعمل هنا تاني تقريبا الكاد يتمسح من هنا فهاجي هنا اقول له insert import cad ودخل الفايل بتاعي اللي انا لسه عامله من شوية ودخله معايا هنا وروح كده في 3D طيب الجزء ده اللي انا قلتله divide part وget كده قلتله edit sketch و set عشان انا هرسم على الفيس ده وقمت عامل pick line للاجزاء دي كلها هشيو خلونا نجرب نعمل كده لدول كمان وقل له finish فبالتالي ده بقى جزء والجزء اللي من جواه ده بقى طبع البلاطة وكده انما نقوله finish نشوف ايلا يحصل الجزء ده اللي انا عملته ده اقدر ان انا اختاره واشيلي الماتيريال بحيث ان انا اغير الماتيريال بتاعة الطبقة الاصلية اللي هي بتاعة طبقة التشطيب بتاعة البلاطة الاصلية وهتاخد الجزئية دي تاخد الماتيريال مختلفة الحتة دي كمان ممكن ان انا زي ما قلنا اشيل منها الماتيريال والماتيريال وبتدي ان انا اديها متيريال مختلفة تانية فتلاحظوا ان انا اقدر ان انا دلوقتي عندي كل البلاطة بتاعتي بقت بارتس مجموعة من الاجزاء كل جزء فيهم اقدر ان انا اتحكم فيه لوحده حتى ان انا ممكن اعمل حاجة اسمها الشوشيب هندل ده لو انا مسلا بشطال في حوائط تمام وتقدر بتغير سماكة طبقة عن طبقة تانية من خلال الامر الضريف ده يعني خلاص فيوفر عليك برضو في التشكيل بناخد حجم ومساحة وثيكنس الحاجة اللي احنا عملناها لو علمنا على فبالتالي الحاجة دي بقت مطروحة ما بقتش موجودة فانت كده طرحتها من الشكل لو انت اخترتها مرة تاني وبتايت تشيل علامة الصح من هنا للشيك بوكس دي وقربت كده تلاقي الشكل رجع تاني زي الاول وزي ما قلنا تقدر ان انت تخليها تاخد الوريجنال متيريال بتاعت الطبقة او ان انت تغيرها فتشيل علامة الصح وتدي الماتيريال اللي انت عاوزها من المكان ده ده كان باختصار موضوع البارتس احنا نقسم او نشكل في بلاطة او نشكل في حاقت نفس الفكرة برضو بامر الكرييت بارت اتمنى المعلومة تكون قطعة الناس لو في اي مشكلة في التطبيق اللي احنا عملناها او اي صورة تانية محتاجين لها توضيح سيكده ممكن تسألونا في الكومنتات على اليوتيوب التشانيل بتاعتنا على اليوتيوب هنحطها برضو تحت الفيديو في فيديوهات كتير هنا ممكن الناس تبتيت تتصفح وتتفرج عليها عن الريفت عموما يعني في هنا في البلايليست تقدر تدخل تشوف الدنيا متنظمة شوية في التبات وتركات جور ريفت في ريفت ستيكرتس كورس ده حاجة كده مجموعة محاضرات تقريبا هما تمام محاضرات بتكلموا عن الامر الاساسية جور ريفت تقدروا تعملوا لايك على صفحتنا على فيسبوك ريفت سيكرتس كورس وتشوفوا اخر المواضيع اللي احنا بنحطها واخر اعمال الطلبة بتوعنا خلاص واخيرا في دبلومة الريفت المعماري اللي حب برضو يطلع عليها هتلاقوا ليها فيديو على تشانيل بتاعتنا دي دبلومة كاملة هي دبلومة مدفوعة ولكن المحتوى بتاعها منظم بشكل جات جدا وموجود فيه كل التفاصيل اللي احنا مشرحناها قبل كده على اليوتيوب او ما شرحناهاش موجودة هنا بالتفاصيل جوه دبلومة الريفت المعماري هم عشرين فاصل تعليمي وليهم فيديو عن المحتوى بتاعهم جوه الشانيل بتاعتنا لو حد حبي يتفرج عليهم برضو مفيش مشكلة اهو خلاص هتلاقوا في فيديو في الفيديوز بتاعتنا اسمها دبلومة الريفت المعماري الكاملة الناس تتشوف الكلام ده لو فيه جزئية او فيه معلومات ناقصة عندك فيه الريفت احابب ان انت يكون ليك مرجع هتبتي تذكر منه دبلومة الريفت هتكون مهمة جدا ومفيدة بالنسبة لك شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته